أنا عايزة أفهم رجالي عشان هما ما مشيوش أصلاً إزاي بعد كل اللي حصل؟ الأسامي اللي أنا عملتها لك دي ما كانش لها أي لازمة أنا كنت بطمنك بس بأي حاجة وليه بك أتبتيش الصح؟ عشان ما كانش جالي الإذن إذن إيه بقى؟ كل حاجة هتعرفيها في معدها ما تستعجليش أنا تعبانة يا حنان أنا مش قادرة استحمل أنا حاسة بيكي وأكتر واحدة حاسة بيكي لأن أنا عيشت اللي أنت فيه دا لحظة بلحظة وكنت خايفة زيك أنا عايزة كي ما تخفيش أنا مش قادرة استحمل يا حنان أنا تعبت قوي ما عايزة الموضوع يخلص المعاكسات دي كلها طبعي بس ما فيش حاجة بتخلص مرة واحدة قديني معاك أهو قولي لعمل إيه أنا لازم أفهمك عشان ما تخفيش وما تيلقيش أنا هبعد هواتف ووظيفتهم يعرفوا إيه اللي معاكي عشان أعرف هعالجك إزاي طب واللي بتعملي إيه دا مش ممكن يأذيكي ما تخفيش أنا لا يمكن أتأذي عشان أنا متحصنة طب حصنيني أنا كمان مش لما تتعالجي الأول السلام عليكم وقدام هذه الأسماء انصرفوا إلى نور مال لونك مخطوف كده ليه؟ إيه دا؟ إيه اللي إنت عملتلي دلوقتي؟ ما أنا قلتلك بابعت هواتف عشان يعرفوا إيه اللي عليكي؟ أنا قلبي اتقبط طبعاً أنت مش وقدة على كده طب مش ممكن يأذوني؟ يأذوكي إزايدوا لتبعي؟ معلش يا حنان بس أنا هلفدوا الباكالني إزاي أنت بتتعاملي معاهم؟ إزاي بيردوا عليكي؟ زي ما أنت سمعتهم وكلموكي بس هم بيخافوا مني بيخافوا منك ليه؟ يو يا نور مكفية أسئلة أنت أسئلتك كتير قوي وأنا بصراحة مش فاضية وراي حاجات أعملها خليكي قاعدة بقى ولما تفوقين بقى نتكلم عموماً أنا لازم أمشي سلام نور خلي بالك من نفسك حاضر وتعمليني عليكي قوي ما توصلي ماشي تعمليني عليكي؟ لا لا تمام كله تمام يلا باي باي ماجد ماجد قومنا مجوه ماجد بطل استعباطة أنا عارفة أنت كنت واقفت رائبنا من ورا الباب بطل الحركات دي وقومنا مجوه ماجد بطل الحرب اللي أنا عايش فيه ناين اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك